اشتركوا في القناة جانو كاريان سنترالي يرفعون شعار الاحتجاج بعد حرمانهم من السكن حريق في سوق السيال الصفيحي بالدار البيضاء يأتي على مجموعة من المحلات التجارية انطار مرشقبة في العديد من المناطق بالمملكة غدا التلتاء البداية ستكون من مدينة الدار البيضاء والتي شهدت امسا لأحد تنظيم مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بحضور مجموعة من الهيئات السياسية والمدنية والتي رفعت شعارات النددج والسنكرة العدوان الاسرائيلي على ابناء الشعب الفلسطيني روبرتاج مروام بالفاقير كاميرا عبد لاطيف ايغير مسيرة حاشدة مهيبة تحت شعار انتفاضة الاقصى انطلقت صباح اليوم الاحد من شوارع درب سلطان واستمرت زاحفة لساعات اتجاه شارع 2 مارس بالدار البيضاء وشاركت فيها كافة تلاوين الهيئات السياسية والدعوية والمدنية بالمملكة فقط لنصرة القضية الفلسطينية ومؤذرة وسند الشعب الفلسطيني واحتجاجا وتنديدا بممارسات الكيان الصهيوني الذي يواصل عدوانه على الاقصى تدميسا وتهويدا بقواته العسكرية وميليشيات مستوطنية هذه الجماهر الحذرة هنا في مدينة دربية ترسل رسالة قوية لاخوانينا المرابطين والمرابطات في القدس وفي الاقصى وفي كل فلسطين بانهم ليسوا وحدهم وانا فلسطين ملك الامة جميعا وبان انتفاضتهم مسنودة من قبل الشعوب العربية والاسلامية وان خذلتهم الانظمة وخذرهم المجتمع الدولي فان هذه الشعوب معهم ودائما على مدار تاريخ القضية الفلسطينية كانت الشعوب هي الحاضنة لهذه القضية وايضا هذه الجماهر تدين صمت المجتمع الدولي على ما يرتكب من خرقات المجازر في حق الشعب الفلسطيني لمدة لعشرات سنين وايضا رسالة لكل ام جميعا ان تخرج في كل الساحات ينبغي ان نرى هذا ما نرى الان في الدل بضاف ينبغي ان نرى في كل الساحات العربية تضامنا مع اخواننا في فلسطين سنستمر في هذه المحطة وفي غيرها من اجل ان نعلم انفسنا واجيالنا وابنائنا انه الغضب طريق الشعوب من اجل الحرية سندعم نضال الشعب الفلسطيني كدعما لا مشروطا ونتمنى جادين ان ازمته هذه الاخيرة التي هي ازمة الحرية والديمقراطية والعدالة يمكن ان تنفرج عبر حلحلة النظام العالمي الذي اثبث ان قيمه الحقيقية ليست الموثقة داخل مواثيق الامم المتحدة ولا في المنظومة الدولية ولكن قيمه يالوبيات الاقتصادية والعسكرية والمالية ونقول هنا اننا لن ولن نطبع مع استعمار واحتلال الشعب الفلسطيني هذه المسيرة ننضم بمدينة الدار البيضاء للتعبير على تضامن الشعب المغربي قاطبة بكل تلويناته مع الشعب الفلسطيني بكل اطيافه مع الطفل الفلسطيني الذي يعاني المرأة الفلسطينية الشباب الفلسطيني سواء في المقدس سواء في غزة في الضفة فيفرص لإعلان هذا التضامن وكذلك لإثارة الانتباه على ان قضايا الامة هي فوق كل الانتماءات من اجل التعبير الصادق على هذا التضامن الحي من طرف الشعب المغربي هذه القضية الفلسطينية هي قضيتنا الاقصى الذي ينتهك يعنينا كما يعني الفلسطينيين لانه هو اول قبلتنا هو مصرى نبينا هو احد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها الاعتداء إليها اعتداء علينا اعتداء على عقدس ما عندنا مسجد الاقصى وفلسطين وكل فلسطين المشروع الصهيوني يستهدفنا أينما كنا يستهدفنا هناك ويستهدفنا هنا ويستهدفنا في كل مكان إذن نحن هنا مرة أخرى مع كل المغاربة بحمد الله تعالى لنعبر على أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا وتعنينا كما تعني الجميع وهذه رسالة أولا للمقدسيين والمقدسيات المرابطين والمرابطات هناك ليسوا وحدهم نحن معهم نفديهم ندعمهم نسندهم تضامن معهم نتقاسم معهم بكل ما نملك بأعز ما نملك غطت ألوان العلم الفلسطيني مشهد المسيرة الحاشدة وتعالت الأصوات والشعارات تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالمجازر الإسرائيلية فيما أبدع الشباب المغربي في رسم لوحات تعبيرية تتوخى من خلالها تذكير الشعب الفلسطيني بأن قضيتهم هي قضيتنا وأن الشعب المغربي سيظل إلى جانبهم ما يعكسه حضور كل فئات وشرائح المجتمع المغربي حتى الردع والأطفال الذين يشربون في ردعاتهم وجوب نصرة القضية الفلسطينية وحضرنا هنا لكي نقول للمجتمع الإساني كفى كفى من تقتل الشعب الفلسطيني كفى من حصار الشعب الفلسطيني كفى من جوء الشعب الفلسطيني كفى من إرهاب الشعب الفلسطيني فقد تعرض هذا الشعب لمجموعة من الولاة وبتالي فكفى كفى من نصرة أخذنا في فلسطيني جينا أخونا نضامنا مع فلسطيني جينا بش نعطاه الحرية للصحاب القدس رسول الله في النهار بسعود يشوقنا الانتصال المسلمين على هالي يهود ساهنا وأميكا تهي الله يعطيه شي مصيفة ودول العربية ومدسان دو إسائي الله يعطيه شي مصيف هذا النهار احنا متحدين مع الناس والله يبرز بشهد الشيء يعملوه الناس رماش يمعقول احنا متحدين مع إخونا المسافستانيين إن شاء الله ما سيكون إلا الخير من بعد إن شاء الله مسيرة الضار البيضاء المتضامنة مع فلسطين المحتلة تدل على وعي المغاربة بضرورة المساهمة في دعم انتفاضة الأقصى وإيمانا منهم بقدسية القضية التي أولى صناع القرار وجوههم عنها وانهجوا سياسة النعامة فطمروا رؤوسهم في التراب لتقول الشعوب ما لم يستطيعوا قوله فكفى من تضييق الخناق وكفى من إراقة الدماء كفى وفقط كفى لأن السيل قد بلغ الزباء ودائما في مدينة الدار البيضاء حيث طالب سكان كاريان سونترال بالحي المحمدي بفتح تحقيق في ملابسات استفادة الكثيرين من شقق وبقعة أرضية رغم أنهم غير معنيين أو مقيمين خارج أرض الوطن لمدة تزيد عن العشرين سنة لنشاهد موسيقى 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 عرب العزب أول تضرب إنسانا طويلة من الحقه يتزوج من الحقه يدلطي الولدات في حياته الطبيعية حملة دي التجار دي الكريان سونترال تما تجاراتهم مضرورين ما هي الحملة دي الكريانCause Bentron انا رافضى ان ننه man البقى يتباعوا كش therew استفادة اتباعوا كش therew Tambo Kvale نتفاجئ ننا بناس ما كان عرفوا همس ما كان العرفوا همس أغنب الله في الهروية هدل الناس اللي كانوا أنت بهم دابا همو لا يد كاريان السنترال هنه كل شي عادوا بيطاقة ديال المواقا وديال أبياله ولديا الجدو أما الناس اللي طالعوا كنشوهوا تنماز عمان بغونا نشوفوا الناس كالحاوا الناس ما كان عرفواههمش كتلقى موظفين كتلقى ناس بوليس كتلقى الله وآلم ناس بزاف ما كنعرفوهمش وهذه الناس ما بغاوا يدروا معانا تحل هرا كيقتلوا فينا واحد وواحد كل مراد بالسكر كل مراد بالقلب كلي مات هذ الناس كيقتلوا فينا كنطلبوا من صاحب الجلالة ينقضنا من هذ الناس ركي موصلين في الدم دياننا احنا بغي حزونا الجامعات التبرى مننا تدقول مليكم التحاجة تمف عرض الجمهور وحنا عندنا ستين عام تمام فاهمتين يا لا لا والآن هم داعينا باستدعاة والأمور في المحكمة باش يشتونوا باش يوضروا العائلات كلها هو الاقتراح لتيحفظ لنا حقوقنا المشروع وعلى رأس الأصل التجاري هو إعادة إيوانا داخل تراب حي محمدي هذه النقطة الأولى النقطة الثانية هو في إطار التنازل على حقوقنا وهو المفتاع على تراب الدرب وفي خبر آخر اندلع حارق صباح اليوم الاثنين على الساعة الثامنة والربع في محلات بسوق السيال أو المعلم عبدالله الصفيحي بالدار البيضاء ما تسبب في خسائر مادية مهمة بعد أن وصلت النيران إلى محلين لسكان وثلاثة ذكاكنا تجارية لنشاهد الروبرتاج الساعة كانت تشير إلى حدود الثامنة صباحا سكان سوق المعلم عبدالله أو كما يطلق عليه سوق السيال بالدار البيضاء استيقظت على وقع حارق التهم براريكهم التجارية والسكنية متهمين السلطات بإفتعال الحارق ومحروق في 2010 دابا وأول حرقة تالتاعة وتانية ثلاثة الخطرات وما كيحرقونا بلي صاص باش كيحرقونا ديما ديما بحل مكو ولادنا ولينا كان فيقهم من ناس كانت جاروا ولادنا كيفيقهم خلوعين بعدنا لقراية لخدمة لشاهدة السكنة لشاهدة العمل هنا كيعطيونا شاهدة الوفاة درنا الشكرارس كيديوهم درنا البلارك كيحرقوهم فقرة مقدلة فقرة مقدلة تقمع نوش لما خدموش تقمع رمغاد بروش على راسهم تقشي احنا وليدي الامرات فهمشيني كيحرقونا أي حاجة طارق أي حاجة طارق أتشيو ماكينش حلوال ديما نبغينا حلوال قلونا حلوال كيحرقونا ماكينش حلوال ديما أهدا ركام سوق قلونا تكونشي وخلال تواجدنا بالسوق التقينا بمتضررة امتقتات لقمة عيشها من هذا المحل الذي التهمته النيران محل ديالي ركنا كل منه طرف ديال الخبز كان ديال الجاج وراء السوق الناس تحرق الناس رعامين هذي كتعاني الناس الناس كتفي الشارع كتبيعوا تشيري الناس كانت كتخدام الناس كتخدم تتبيعوا تشيري كتاكل الخبز الناس لاحوها ما داروا معهم تحلوا الوالو ناس جرات عيات ما تجريع ما خلاتينا بلاسة بشات ما كينوالو الناس راها رقم اضافي غير زاد تاني اربعة المحالات ولا خمس سنة المحالات اللي تحلوا تم تحرقوا كاملين سكان هذا الحي حاولوا مرارا التنسيق مع المسؤولين من اجل ايجاد حلول مناسبة ترضي الباعة وسكنة هذا الحي الصفيحي ولكن ما من مجيب تقريبا سنتين وحنا مع العمل كان واحد تنسيق بانه غير يكون واحد الحل دير السوق فاذا بدنا نفاجأ بهذا الحارق جاء لبغتاق تقريبا حوالي الساعة تمينة والربع تقريبا فتقريبا واحد جوش الساكينة كانت تحرقوا وثلاثة المحلات تجارية تم تحرقوا وإلى أن يتم كشف كيف يتحل مشاكل هؤلاء الباعة والساكينة الذي يعانون من وضع صعب إلى ذلك الحين يبقى السؤال مطروحا من وراء هذا الحريق وما هي الحلول التي ستتخذها السلطات في حق سكان مهمتهم الأولى والأخرة العيش الكريم وبخصوص الأحوال الجوية تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية يوم غدنا التلتاء مرور صحب كتيفة نسبيا مسحوبة بأمطار أو زخات مطارية فوق كل من منطقة طانجة واللوكوس والريف الغربي كما يحتمل النزول بعض القطارات المطارية أو أمطار ضعيفة فوق السواحل المحيط الأطلسي الممتدة شمال أسفي فيما ستكون السماء غائمة جزئيا فيما تبقى من المناطق الشمالية وصافية إلى قليلة السحب بباقي ربوع المملكة بهذا الخبر المشاهدين نأتي إلى نهاية الحصاد اليومي إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة